موسيقى الغير مسبوق الذي تعرفون منطقة انتع أرضي وميناء وهران وانشاء مركبات ضخمة لإنتاج الحديد وكذلك مشروع توسيعة ميناء أرضي ليصبح كذلك ميناء يعالج البضائع لأنه ميناء أرضي مخصص للمحروقات الغاز والمحروقات الآن يتم توسيعه ليشمل كذلك البضائع الأخرى وكذلك بالنظر لمشروع غارج بيلات اللي يكون فيه خط سكيك الحديدية يوصل من ديندوف بشار إلى ميناء أرضي وبالنظر لكل هذه العوامل يتم حاليا توسيعة المنطقة دعوية ليلات ليكون فيه محول سكاكي ضخم باتجاه خمس اتجاهات وهي ميناء وحران ومدينة وحران وكذلك ميناء أرضيو ومدينة مستغانم وباتجاه كذلك مدينة تيلسان على خط الكهربائي لتقايم الانتهت لأشغال فيه وكذلك الخط المنجامي باتجاه الجنوب باتجاه بشار وتندوف اذا في هذا يعني الإطار يتم حاليا إنجاز هذا المحول السكاكي الضخم اللي سوف يساهم اكيد في الحركة انتع البطائع والحركة انتع المناجم والحركة انتع المسافرين إذن خليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو حول هذا المشروع الضخم في ميدان تطوير شبكة السكك الحديدية في الجزائر ومساندة وتعزيز قدرات الاقتصادية والصناعية للجزائر أترككم تتابعون والسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا